اشتركوا في القناة كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمهوري العربي بهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمهورية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 76 بصفة الاستعجال من حيث المبدأ ثم أخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة ثم قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 76 في شأن الأوسمة على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة مجلس الشورى الماقر على مشروع قانون من حيث المبدأ على انضمام مملكة البحرين إلى التفاقية الجمرك العربي المرافقة للمرسوم رقم 106 لسنة 2021 وتأتي هذه الموافقة من حرص مملكة البحرين على التزامها بالتنسيق الجمركي وتبادل المعلومات فيما يخص التحريب والتقليد وكذلك يأتي في إطار التعاون بين شقيقاتها الدول العربية في إطار التدريب وتبادل المعلومات أقر اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق التقاعد لأفراد وضباط قوة دفاع البحرين والأمن العام ويهدف هذا مشروع القانون إلى ضمان استدامة عمر الصندوق ومقدرته على دفع والإفاء بمستحقات الأفراد وضباط قوة الدفاع وكذلك المستفيدين عنهم وأيضا المشروع القانون جاء لإضافة بعض الجهات العسكرية الأخرى للاستفادة من صندوق التقاعد لأفراد قوة دفاع طبعا من أهم التعديلات التي جاءت في هذا مشروع القانون هو زيادة 3% لأفراد القوة الدفاع والأمن الوطني والتي عن السنة 2021 و2022